تعالوا نشوف الـ 24 ساعة اللي فاتت اللي حصل بين كالوس كيروش واتحاد الكرة من اتهامات متبادلة تعالوا نشوف اتحاد الكرة بدأ منذ فترة قصيرة التفكير في عودة كالوس كيروش مرة أخرى لكواب منتخب مصر خلفا للمدرب إهاب جلال وبدأ بالفعل في فتح خط تفاوض مع المدرب عن طريق اللواء حلم مشهور عدو المجلس والذي يرتبط بعلاقة جيدة مع كيروش ده لو الكلام كان مضبوط من اتحاد الكرة والله هو أعلم ثانيا سالسا دي على طول يا جماعة مش عارف ايدي بقى سانيا ولا سالسا سانيا بعد أن بدأ الاتحاد فيها التفاوض مع المدرب البرتغالي خاركت العديد من الأنباء تشير إلى أن المدرب رحب بشكل مبدئي لكنه لم يمنح الاتحاد إجابة قطاع للعودة وهما ألمح به حاز إمام عدو مجلس الجبلاء في أكثر من تصريح صحفي وتلفزيون ثالثا بداية المرحلة الجادة في عاملية التفاوض مع كيروش كانت بطلب بالبرتغال الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من ولاية الأولى قبل أن يوفق بشكل نهاي على العودة وهما تسبب في تعطيل حسن موقفه حتى أعلى انتحاد الكرة تحويل المستحقات المالية المدرب في الساعات الماضية رابعا بعد أن كان الجميع يتأهب لسماع النبأ عودة كيروش لكياد المنتخب فجاء أن المدرب ببعض التصريحات التي نفى فيها تحويل اتحاد لمستحقاته المالية في حسابه البنك بل وانتقد مجلس الاتحاد والمدير التنفيذي وليد العطار بشكل لازع ووجه اتهمات كثيرة له الأمر الذي أشعل أزمة كبيرة بين الطرفين ما زاد الأزمة اشتعالا هو تسريب كيروش بأن الاتحاد قام بخصم العقوبة المالية التي وقعت عليه خلال بطوط كاس وهم الأفريقاء والاتهام لمسؤولية جبلية بأنهم زوا جهين خصوصا وأنهم يعلموا بأن العقوبة التي وقعت عليه لم تكن بسببه هجوم كيروش على اتحاد الكرة من خلال التصريحات التي أرسلها للصحفين قضت على فكرة عودته لتدريب المنتخب مرة أخرى خصوصا بعد أنقام مسؤول الاتحاب تسريب بعض المحادثات بينهم والمدرب البرتغالي لتبرية صحتهم من اتهماته بجانب التأكيد على أن طلب المدرب الحصول على الغرامة التي تم خصمها منه يعد مخالفة مالية